بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورحبكم طلاب العزاء في مادتنا المهارات الرقمية نبدأ وخير ما نبدأ به بسم الله الرحمن الرحيم ماذا تعلمنا في الدرس السابق؟ تعلمنا في الدرس السابق كيف نقوم بتنفيذ مشروع الوحدة ورأينا ما هي المصطلحات المهمة الخاصة بالوحدة الثانية كان مشروع الوحدة عبارة عن إنشاء مدونة حول المتاحث فماذا نستخدم لإنشاء مدونة عبر الإنترنت؟ أحسنتم نستخدم موقع البلوغر الموجود في الإنترنت فأنشئ مدونتك الخاصة باستخدام تطبيق بلوغر ثم نشر مدونتك أو تدوينتك حول المتاحث في المملكة العربية السعودية واحد استعن طبعا بمحرك البحث جوجل للبحث عن معلومات حول هذه المتاحث لإضافتها إلى مشاركاتك ثم قوم بتنسيق النص ليبدو جدابا وسهلا للقراءة حاول أن تتجنب بعض التنسيقات كاستخدام الحدود العريضة للصفحات أو المبالغة في الألوان التي قد تجعل قراءة النص جدا صعبة وغير مفهومة ثم بعدها اجعل مشاركاتك مشوقة وذلك من خلال استخدام الصور ومقاطع الفيديو كل ما أمكن حاول أن تضبط حجم كل صورة وموضعها لمساعدة القارئ على فهم النص وأيضا يجعل ذلك المستند أكثر جمالا ووضوحا بعدها أربعة يتعين عليك الإشارة إلى العمل الأصلي إذا استخدمت مواد أخرى أو خاصة للآخرين تذكر أن تتبع القواعد التي تعلمتها عند كتابة المدونة واطلب المساعدة والتوجيه من معلمك في أي وقت إذا كنت في حاجة إليها طيب ماذا يجب علينا للحصول على معلومات المشروع؟ أحسنتم لا بد أن نحرص على استخدام المصادر والمواقع الإلكترونية الموثوقة للحصول على معلومات المشروع بعدما تنتهي من تنفيذ مشروعك عزيز الطالب تذكر أن تطلب من معلمك المساعدة والتوجيه في أي وقت إذا كنت في حاجة إليها سيحدد المعلم وقت موعد لتسليم المشروع حتى بعدها يتم مناقشة أعمال الطلبة طيب ماذا سنتعلم في هذا المقرر؟ نرى أن مقررنا المهارات الرقمية يتكون من ثلاث وحدات الوحدة الأولى كانت عبارة عن جداول البيانات واستخدمنا برنامج الإكسل مايكروسوفت إكسل للتعامل مع الأرقام وأيضا العمليات الحسابية البسيطة ثم الوحدة الثانية وكانت عبارة عن وسائل التواصل الاجتماعي ورأينا ما هي المواقع التي تسمح لنا أو تعطينا الإمكانية في التواصل مع الآخرين ورأينا كيف نقوم بإنشاء مدونة باستخدام برنامج أو موقع البلوغر ورأينا ما هي القواعد الخاصة بكتابة المدونة اليوم بإذن الله سندرس الوحدة الثالثة وهي برمجة الروبوتات وهي الوحدة الثالثة بإذن الله سنطلع على هذه الوحدة في هذه الوحدة ستتعلم عزيزي الطالب ما هي الروبوت وأنواعها وكيف يتسهم أو كيف تساعد الروبوتات في حل المشاكن وتحسين أمور حياتنا اليومية أيضا سنتعلم كيفية برمجة روبوت EV3 من خلال استخدام اللبنات البرمجية للتحكم بحركة الروبوت في بيئة أوبن روبيرتالاب البرمجية ماذا سنتعلم في هذه الوحدة؟ أو ما هي أهداف التعلم الخاصة بهذه الوحدة؟ سنتعلم ما المقصود بمفهوم الروبوت وأنواعه ونرى ما هو تأثير الروبوتات على الوظائف المختلفة إيجابية استخدام الروبوتات والسلبيات التي تحد من استخداماتها أيضا سنرى كيف نقوم ببرمجة الروبوت للتحرك ولأداء مهمة محددة باستخدام لبنات التوجيه والإنعطاف وأيضا سنستخدم أو نرى كيف يتم تكرار اللبنات باستخدام لبنات التكرار وسنقوم بإنشاء برنامج يحتوي على التسلسل والتكرار لجعل الروبوت يتحرك ويرسم شكل ثلاث الأبعاد ثم سنتعرف أيضا كيف نقوم بتمييز اللبنات البرمجية من خلال استخدام عرض الرسائل النصية والمؤثرات الصوتية في شاشة عرض الروبوت ماذا سنحتاج في هذه الوحدة؟ أو ما هي الأدوات التي سنحتاجها؟ فقط سنحتاج إلى موقع Open Roberta Lab طيب عزيز الطالب تتذكر في العام الماضي عندما درست هذا المقرر ما هي أو ماذا نسمي هذه الواجهة؟ أحسنتم نطلق عليها مسمى بيئة Open Roberta Lab طيب ما هي بيئة Open Roberta Lab حسب ما درسنا؟ أحسنتم هي عبارة عن بيئة برمجية تسمح لنا ببرمجة الروبوت ومحاكاته بطريقة مرئية من خلال استخدام متصفح المواقع الإلكترونية طبعا يمكننا بكل سهول اختبار برامجنا في Open Roberta Lab باستخدام روبوت افتراضي طبعا هذه الواجهة كانت هي واجهة Open Roberta دعونا نتذكر معا ما هي تلك الأدوات الموجودة في الواجهة لدينا هنا الشاشة اليمنى وهي عبارة عن وضع المحاكاة أو Simulation لدينا هنا الأيقونة أو الأداء الموجودة أو المؤشرة هي عبارة عن تحميل صورة خلفية هنا تغيير المظهر عندما نريد تغيير المظهر الخاص بالروبوت نقوم بالضغط على هذا الأداء هنا لدينا صورة الشخص هي عبارة عن أيقونة المستخدم حتى نقوم بتسجيل الدخول للحساب للموقع وهنا المساعدة المصباح ولدينا المساعدة هي عبارة عن اختيار روبوت آخر إذا أردنا تغيير الريبوت بغير AV3 فنستطيع التغييره من خلال هذه الأيقونة ولدينا هنا الإدت أو التحرير نستطيع من خلالها أن نقوم بإنشاء مشروع جديد أو حفظ مشروع في الموقع أيضا من الأدوات الموجودة في الأسفل في الواجهة لدينا هنا الزر أو الأيقونة الخاصة بالموقع هي عبارة عن أحسنتم استعادة أو عمل ريستارت للمواضع الافتراضية للريبوت والعوائق ومسح جميع الرسومات بالنسبة لزر التشغيل هو عبارة عن ماذا؟ أحسنتم يقوم ببدء البرنامج أو تشغيل البرنامج في وضع المحاكاة بينما المنطقة البيضاء الموجودة في الجهة اليسرى من الشاشة أحسنتم هي منطقة البرمجة يتم فيها تركيب اللبنات مع بعضها البعض حتى نحصل على مقطع برمجي وأخيرا لدينا الجهة اليسرى من الشاشة عبارة عن ماذا؟ أحسنتم اللبنات البرمجية أو البلوكس الخاصة بالموقع طيب ما هي أدوات التحكم الموجودة في الأوبن روبرتالاب؟ أحسنتم موجودة عندنا مجموعة من الأدوات نطلق عليها إزرار التحكم نستطيع استخدام تلك الإزرار وهي موجودة في أسفل الزاوية اليسرى من نافذة عرض المحاكاة أو السيموليشن فيو ونستطيع استخدامها للأغراض التي ذكرناها قبل قليل طيب ما هي المنطقة التي ينفذ فيها الروبوت البرنامج؟ أحسنتم من خلال روبوت EV3 نستطيع استخدام بيئة المحاكاة التي تحتوي على اللبنات البرمجية ومنطقة البرمجة وبيئة المحاكاة طبعاً بيئة المحاكاة هي المنطقة التي ينفذ فيها الروبوت البرنامج لاحظوا هنا هنا الجهة اليسرى منطقة البرمجة يوجد فيها اللبنات البرمجية بينما الجهة اليمنى هي عبارة عن منطقة التي سيتم فيها تنفيذ البرنامج من خلال الروبوت الافتراضي وهي تسمى بمنطقة المحاكاة طيب ماذا تفعل لبنات الحدث؟ لبنات الحدث رأينا أنها تستخدم حتى تقوم بتحريك أو عمل تحريك للروبوت تصريعا تقوم بالتحرك للأمام أو للخلف أو لتعديل السرعة والمسافة أيضا تقوم بتوجيه الروبوت باستخدام نفس السرعة في المحرك الأيسر والأيمن ممكن أيضا نستخدمها لقيادتها إلى الأمام بشكل مستقيم أو لتوجيهها حتى تقوم بشكل منعطف بسرعات مختلفة من خلال أيضا التحكم في اللبنات الخاصة بلبنات الحدث يعني هنا لو تذكرنا قبل كنا نستخدم المحرك وكنا نستخدم لبنات القيادة والتوجيه طبعا لدينا لبنات القيادة وهي الدرايف ويكون فيها السرعة معينة ومسافة محددة هذه اللبنات القيادة حتى نقوم بتحريكها بجهة مثلا معينة مع الاحتفاظ بسرعة المحركين بينما الستير أو التوجيه يتم إذا كنت أحتاج إلى أن أغير من سرعة المحرك الأمامي أو السفلي حسب حتى إذا كان لدي العطاف بزاوية معينة فأستطيع استخدام الستير أو التوجيه لاحظوا هنا موجودة هذه اللبنات في لبنات الحدث أو الأكشن وهي موجودة القيادة الدرايف، ترن، الانعطاف، استير، التوجيه طبعا stop، إيقاف المحرك الموجود في الريبوت طيب كيف نسجل في الموقع؟ أحسنتم للتسجيل في الموقع لا بد أن نقوم بتسجيل المستخدم في الموقع حتى يستسنى لنا حفظ المشروع أو استعادة المشروع المحفوظ والتعامل معها في وقت لاحق طبعا لتسجيل في الموقع من أيقونة المستخدم نقوم باختيار login ثم نقوم بإنشاء حساب جديد من خلال إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور وغيرها من المعلومات المطلوبة ثم نقوم بالضغط على register now أو التسجيل الآن فيتم تسجيلنا في الموقع بهذه الطريقة طبعا هذه قمنا بعملها عندما بدأنا في استخدام الopen robertalab طيب كيف نفتح المشروع؟ بعد ما قمنا بالتسجيل وحفظ المشروع نريد الآن أن نقوم بفتح المشروع كيف نفتح المشروع؟ أحسنتم من خلال استخدام برامجي أو my programs نستطيع أن نحدد البرنامج الذي نريد تحميله طبعا موجودة هذه في قائمة التحرير أو edit إذا ضغطت على edit أختار my programs فتظهر للبرامج التي قمت بحفظها طيب فكر معي عزيز الطالب ماذا تعرفون عن الروبوتات؟ وأين سبق لكم مشاهدتها؟ إذن لدينا أماء روبوتات كثيرة في حياتنا ونراها ولكننا لا نعلم بأنها روبوت فإذن درسنا اليوم بإذن الله سيكون الدرس الأول الروبوتات في حياتنا اليومية ماذا سنتعلم في هذا الدرس؟ سنتعلم بإذن الله ما هي الروبوت أو ما هو مفهوم الروبوت ونرى ما هي أنواع الروبوتات وأيضا استخدامات الروبوتات فكر معي عزيز الطالب هل تمثل صورة الروبوتات هي الصورة المعروضة في الأفلام؟ التي نراها في الأفلام هل هي فعلا الصورة التي نراها في الأفلام هي صورة الروبوت؟ أحسنتم لا طبعا فالصورة أن الروبوتات في معظم الأحيان لا تمثل الصورة المعروضة لنا في الأفلام فأنت ترى الروبوتات الثابتة والمتنقلة في كل ما هو حولك في حياتنا اليومية نستخدمها ولكن لا نعرف بأنها أساساً روبوت طيب أين يمكن رؤية الروبوتات؟ نستطيع أن نراها من خلال الأبواب الأوتوماتيكية تعتبر روبوت أيضاً آلات البيع، الصراف الآلي كلها أنواع مختلفة من الروبوتات موجودة في حياتنا اليومية ونراها ونتعامل معها ونستخدمها أيضاً موجودة هناك ريبوتات ثابتة تستخدم ذراعاً ريبوتياً عملاقاً لمساعدة الناس على رفع الأشياء الثقيلة أو القيام بعملهم بشكل أسرع خاصة في مواد البناء أو المصانع فتستخدم ريبوتات ضخمة بأذرع ثابتة طيب هل تعلم أن هناك أيضاً ريبوتات ذات عجلات؟ أحسنتم نجد هناك ريبوتات كثيرة تستخدم العجلات بشكل واسع طيب سؤال لماذا الريبوتات ذات العجلات أفضل من الريبوتات الثابتة؟ أحسنتم لأن الريبوتات ذات العجلات يمكنها أن تنتقل من موقع إلى موقع بينما الثابتة لا نستطيع نقلها ولا نستطيع تحريكها باعتبار أنها ثابتة طيب ماذا نقصد بالروبوت؟ أحسنتم ريبوت هو عبارة عن آلة تجمع المعلومات في بيئتها وتستخدم أو تستخدم تلك المعلومات لتنفيذ الأوامر للقيام بمهمة معينة طيب كيف يعمل الروبوت؟ تتضمن هذه العملية عدة أو ثلاثة خطوات أولا يقوم أو يستشعر الروبوت بيئته ويجمع المعلومات ثم بعدها يعالج المعلومات التي يتلقاها وثالثا يبدأ الروبوت بالعمل طيب ما هي أنواع الروبوتات؟ أحسنتم مثل ما ذكرنا قبل قليل لدينا الروبوتات الثابتة والروبوتات المتنقلة طيب أين نجد أو أين تستخدم الروبوتات الثابتة؟ أحسنتم نجدها عادة في المصانع بشكل واسع تستخدم لأنها أسرع وأكثر قوة من الروبوتات المتنقلة فعلى سبيل المثال يمكن لهذا النوع من الروبوتات أن تقوم بإنتاج سيارة بوقت أسرع مما يستغرقه البشر أو طائرة أو مركبة وأيضا الروبوتات هذه تستطيع أن تقوم برفع الأوزان الثقيلة جدا طيب ما نوع هذا الروبوتات؟ أحسنتم روبوت ثابت طيب أين تستخدم عادة الروبوتات المتنقلة؟ أحسنتم نستطيع أن نرى الروبوتات المتنقلة طبعا هي عبارة عن روبوتات تتنقل في الأرض والبحر والجو فهي تعتمد على المحركات الموجودة في نفس الجهاز فتعتمدها في حركتها يمكن للبشر التحكم فيها لاسلكيا أو ممكن أن يستخدم أجهزة استشعار خاصة بها موجودة في الروبوتات طيب سؤال كيف يمكن التحكم بهذا الروبوت المتنقل؟ أحسنتم لدينا طريقتين يمكن للبشر أن يتحكم بها من خلال اللاسلكي أو ممكن يستخدم فيه أو تكون موجودة فيها أجهزة استشعار خاصة بها يتم برمجتها فبعدها تتم تنقلها أو التحكم بها طيب هل يمكنك تسمية بعض الأجهزة التي تعتبر روبوتات؟ روبوتات؟ بحضة مثل الجهاز الخاص بالبيع نعم عادة الأجهزة البيع الموجودة في الأسواق التجارية وفي المحلات هي عبارة أساسا عن روبوت طيب أين تستخدم عادة الروبوتات؟ الروبوتات نجدها عادة في سبيل المثال في المصانع في المستشفيات وأيضا في المباني طيب كيف تستخدم الروبوتات في المصانع؟ أحسنتم المصانع تستخدم الروبوتات بشكل واسع من أجل بناء أي نوع من المنتجات بشكل أسرع وبدقة أكبر مثل على سبيل المثال السيارات أو الطائرات وغيرها من المركبات طيب كيف يستخدم الأطباء الروبوتات في المستشفيات؟ أحسنتم ممكن للأطباء أن يستخدموا الروبوت في المستشفى لإجراء العمليات الجراحية فممكن على سبيل المثال إجراء العمليات التي تتضلب دقة وثباتا في حركة اليد ممكن نستخدم الأذرع الروبوتية باعتبار أنها أكثر ثباتا ودقة من يد الإنسان طيب في البناء عندما نريد أن نقوم بعمل أو بناء مباني كيف نستخدم الروبوتات؟ نجد كثيرا الأجهزة أو الروبوتات الثابتة تحمل أدوات ثقيلة وتحملها أيضا عاليا في السماء لبناء ناطحات السحاب فنجد الروبوتات تستخدم في البناء بشكل واسع من خلال هذه الغرض أو هذا الهدف طيب تدريبات خاصة بدرسنا اليوم طيب أنواع الروبوتات؟ صل الروبوتات أدناه بأنواعها الصحيحة لدينا الروبوتات الثابتة والروبوتات المتنقلة طائرات مسيرة، سيارات ذاتية القيادة، ريبوتات التنظيف، أذرع روبوتية في المصانع وأجهزة الصراف الآلي نبدأ بالريبوتات الثابتة أحسنتم الأذرع الروبوتية في المصانع تعتبر ريبوت ثابت أيضاً أحسنتم أجهزة الصراف تعتبر روبوت ثابت أيضاً المتنقلة الطائرات المسيرة، باعتبار أنها تتحرك وتتنقل وتطير فهي متنقلة أيضاً سيارات ذاتية القيادة أيضاً تعتبر من الروبوتات المتنقلة وأخيراً تبقى لدينا ريبوتات التنظيف تعتبر روبوت متنقل طيب حدد الجملة ما إذا كانت صحيحة أو خطأ فيما يليه واحد الروبوتات مفيدة جداً في حياتنا اليومية صح طبعاً لا يمكن استخدام الروبوتات في المصانع خطأ طبعاً لا يمكن التحكم في الروبوتات لاسلكياً من مسافة بعيدة أحسنتم خطأ يستخدم الأطباء الروبوتات للحصول على نتائج أفضل في العمليات الجراحية صحيحة العبارة تعتبر الأذرع الروبوتية أكثر ثباتاً ودقة من اليد البشرية صحيحة جميع الروبوتات متنقلة خطأ طبعاً لأنها متنقلة وهناك ثابتة يمكن للرافعات الآلية رفع الأشياء الثقيلة بدقة أحسنتم إجابة صحيحة طيب ماذا تعلمنا في درسنا اليوم؟ تعلمنا اليوم ورأينا ما هو المقصود بالروبوت وما هي أنواع الروبوتات ورأينا أنها متنقلة وثابتة ورأينا ما هي استخدامات الروبوتات في المصانع وفي المستشفيات وفي البناء أشكر لكم حسن متابعتكم وتمنياتي لكم بالتوفيق وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته